محرز البداية تكون معاك وناخدوا فكرة على أحوال التقسي ظلي نهارين اللي تعديوا تقس صيفي مش ربيعي فقط وقتش لم تر يا محرز ربي يرحمنا هو نأكد كلامك خصوصا في ظل درجات الحرارة المرتفعة لميزة نهاية الأسبوع المنقذي البرح درجات الحرارة نجم قوله وصلت إلى تقريبا مستويات 30 درجة ولهي أرقام مقرب منها ممكن شهر جوان شهر مي منها لانتلاقة شهر مارس ما دي ما احنا كيقولو شهر مارس فانو الذكرى بتاعنا تحملنا في توراتنا شعبي المثال يقولو جدودنا يقولو امتار مارس اذهب خالص وباش يكونوا إيجابيين في تقديم النشر الجوية باعتبار انو بداية من اليوم العاشية باش نحكيو على أولى تقالبات الجوية الربيعية نتوقعو تقريبا نشاط كبير الخلايا راعدية في فترة ما بعد ظهر والأمتار تهم درجة أولى ولاية الشمال الوسط وممكن بصيفة محلية وأقل عدد من مناطق الجنوب خلال الليلة القادمة والاضطراب الجوية بشيبقى نسبيا متواصل خلال يوم الغد ان شاء الله الكميات الأمتار نتوقعها عموما كميات طيبة خصوصا في ربوع شمال غربي في مناطق الشمال قد يتزامن نشاط الخلايا راعدية مع إمكانية تساقط البرد في أمكان محدودة سواقق في أمكان محدودة كيف كيف فما مؤشرات امتار نشاط للرياح بالمناطق الساحلية وأيضا بالمرتفعات وينتوصل سرعاتها المستوى 60 كم في الساعة ذيك عليش فما نشارات تحذيرية بالنسبة للملحة وسيد البحري باعتبار أنه البحر بيشكون شديد الاضطراب هو سرعة الرياح قد تتجاوز مواقعا في شكلها بـ 80 كم في الساعة خصوصا خلال يوم القادمة ويوم الغد ان شاء الله الأمتار حاجة إيجابية فيها كون بيشكون موجودة في أكثر من ولاية هذه بالنسبة لغدوة في الشمال المحلية الوسط والجنوب نهار الأربع ما زلت مواشرات الغيث النافع نسبيا متواصلة ونحكيوا على عودة مواشرات الصح والاستقرار بداية نهار الأخميس رفق ارتفاع تفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شعر خاطر الانفيدو بيها السيدة المشاهدين كون ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا قاعدين معنين به وخلافا ممكن الأجواء الرابعية اللي استهلنين بها نهار اليوم راو نحكيوا على انخفاظ كبير في درجات الحرارة غدوة نعرف انتلاق تسبوع ذي تتزامن مع الامتحانات بنسبة للصغيرات راو غدوة نحاول ناخده بالاسباب تقريبا تراجع كبير في درجات الحرارة مقارنة باللي نتوقعها اليوم غدوة تقريبا تراجع بمعدل 8 إلى 10 درجات في أغلب مناطق البلاد وكالعادة باش قدموكم قراءة سريعة لدرجات الحرارة قصوى المنتظرة لظهر هذا اليوم وليه الأمانة مش تبعد برش على ميز 24 ساعة الفارتة اليوم نتوقع تسجيل 26 درجة كحرارة قصوى في قليم تونس الكبرى 28 في زغوان 25 درجة في أقصى شمال في بنزات كيف كيف في زيادة وطن القبلي في ربع الشمال الغربي ممكن سجله 23 في الكاف 27 درجة في باجة في سليانة 25 في جندوبة في مناطق الوساط بشتوس الحرارة ظهر المستوى 30 درجة في القيروان 26 في القاسرين 28 في سيدي بوزيد 27 في سوسة في المنستير في المهدية في مناطق الجنوب ممكن اليوم سجله 26 درجة في قفسة 29 درجة في قبلي في توزر بالنسبة لإسفاقس السبعة وشرين ممكن اليوم نسجله 28 درجة في قابس تطوين 29 و30 درجة في مدنين أما غدوة راو بسترازع درجة الحرارة مستوى 10 و16 درجة في الشمال في المرتفعات وتكونوا بي سبعتاش سليسة وشرين في بقية المناطق نعودوا نحضروا الكباب التمتعنا غدو نحكيوا على عودة المواشرات الشتوية والإيجابي في هذا الكل هو الحمد لله الأمطار باطو الانتظار إن شاء الله مارس نسينا في خيبات فيفري وجانفي اللي تعدى وإن شاء الله غيث نفر دونك الأمطار بيش تتواصل تقريبا على متدد نجمو نقولو أربع أيام تقريبا ثلاثة أيامات ثنين العشية ثلاث نهر لاربع أسباح ممكن نعيشوا ترتيحة أما حتى فيما خلص قراءة مختلفة النماذج العددية والتوقعات الجوية الموسمية راو نتوقع شهر مارس بيش يكون فيه برشة مؤشرات إيجابية وفيه برشة مؤشرات متع رطوبة خلافا ممكن للشهرين لتعديو شهرين متع جامفي وفيفري وهذا البيه أنت قلت دي جام عندها كانوا مطار مارس ذهب خالص إن شاء الله التقلبيت الجوية هذية متأثرش تعرف أنه التقلبيت وقت اللي تبدأ تقصي سخون وبعدك يبرد ينجم يمرض هذيك عليش تردوا بيلكم هذيك عليش نحن ننبه ونقول ورد بيلكم مازال بكري نعرف بعد سخانة متاع البرح برشة ناس بديت خمم بيش نقص شوية فتباش متاحها رو مازال بكري صحتهم تهمنا وربي يعطينا كل شيء بالله واضح محرز ذي بالنسبة لأحوال التقص لليوم بيش نتحط وزيدة على مسابقة بيش يتم بالشراكة مع مؤسسة البزاة التونسية ومعهد الرسد الجوي المعهد الوطني الرسد الجوي المسابقة هذه تقديم النشرة الجوية للأطفال كيف جاءت المبادرة وشنوه التفاعلات لحد الآن على الأقل هو نذكره بالإطارة متاع المسابقة خاطر الوقت اللي نحكيه على حلول شهر مارس فنذكره بتاريخ شريد الأهمية بنسبة الخبراء وهو تل أرساد الجوية 23 مارس والليو يمثل اليوم العالمي للرسد الجوي والمعهد الوطني للرسد الجوي برمج مجموعة من خطوات العملية فيما يخص الاحتفالات احتفالات إن شاء الله بيشتمس مختلف الشرائح العمورية بالنسبة للصغيرات ديما كنا نحكيه على إرساء ثقافة التقس والمناخ فإنه اللي يتبادر الأذهانهم هو النشرة الجوية بشتكون فما مسابقة في تقديم النشرة الجوية للصغيرات كيف ما الفيديوهات اللي تم التأمين متاحهم بشاركة على صفحتين المهد الوطني للرسد الجوي والتلفزة الوطنية اللي ينفيدوا بيها سيدة المشاهدين كون بشكون فما رابط موجود على صفحة رسمية المهد الوطني للرسد الجوي تنجموا تعملوا فيديوهات لصغيرات متاعكم اللي عمرهم من بين الثمانية حتى الثلاثناش سنة ويتم المشاركة متاحهم على الصفحة هذه بشتير إنا بري سيلكسيون بش نختاروا منهم خمسين صغير وفق الأداء متاحهم وفق نسب المتاع التفاعلات اللي قادة تصير على الصفحة هذه بشكون فما لجنا لتقييم لكانز مارس يعني عملوا فيديوهات هم يقدموا في ناشر الجوية في ديارة بالذبت هم يقدموا في ناشر الجوية يختاروا فيها ناشر جوية يختاروا ديما نقول الصغيرات بشكون عندهم البصمة متاع الإيجابية متاحهم كونوا بشكون فما برشة إناسانس في الأداء متاحهم نحب نشوف وحنا حاجة جديدة شكون بشكون في اللجنة في تقديم الأداء متاع الصغيرات أكيد هي لجنة بشراكة بالتالي في الثلاثنية بالمعاد الوطني للرسد الجوي بشكون في تمثيل جانب النسائي سيد عواطف صغروني الدالي سي جمال بوراوي اللي عرفناه لسنوات قدم النشرة الجوية المخرج من بتاع النشرة الجوية سي حتم لفقير رمضان خطر كنحكيه على الأداء وتقديم النشرة الجوية لازم يكون فما الجنب السمعي البصري واليوم نحكيه على ثقافة جديدة واللي هي نشرة الجوية اللي تم تأمينها على صفحات تواصل الاجتماعي وورها الكون هو مدير الاتصال المجول للتحية سيلياس جراء من بين الخمسين صغير بيش يتم اختيار عشرة صغيرات هم اللي بيش يدربوا المدة تنهارين ثلاثة يامات بيش تسجلو لهم نشرة الجوية من بعد يتم التقييم بتاعهم أكيد فهم جوائز للفيزين وممكن بشوفوا الفائز وإلا الفيزة يقدم جزء من نشرة الجوية بعد الأخبار بتاع ثمانية متعلقة شي مشكور محرز احنا بيش نتابعوكم زيدا في المسابقة هذية اللي بيش تم تقديم النشرة الجوية بنسبة للأطفال اللي مغروم ولا عنده هكا الغرام بتاع تقديم نشرة الجوية ولا تقديم البرامج في حد بيته وينجم يدخل لصفحة التلفزة التونسية يبعث الفيديوهات متاعه ويشارك عليش له يربح فيلم وسابقة كما اذكرنا نمشي ونواصلو معاكم